كيرس صباحاً صباحاً ايه ده؟ هروب اثنين من المستشفى المجانين الدولي مساء عامس هرب المدعو بلحة والمدعو أخوه وطمرة بلحة وطمرة؟ هربوا من أنوا نخلة دون بس أني بس لما نسمع عن خبر قولي يا راني هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجية فوراً للبحث عنهم في أوقار المجانين هذا وتنوي يا جماعة يا جماعة اتفو اتفو الراديو ده ايه 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 ازعت راني يا كبرى ساعة صبحية معقولة وبعدين في مجانين بيهربوا المجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب أصلاً خصى عليك يا عادل ما تقولش كده على المجانين الناس دول 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 بري انتليجنت متصورش قد ايه بعدين بيهيشوف ملكوت بتاعهم كده يجننوا مامي العالم النفسي مشهور الملحمي ابراهيم ملوخية كتب في بحثه الأحير بحثه ايه بقى كتب فحلته مدام ملوخية ويا تارى بقى مين الاشرف على البحث ده الدكتورة مونة عامر استنى بس يا عادل قريلي يا رانيا الملاحيز دول هربوا فقان يا منطقة في منطقة الجيزة وده وحيها يعني على فكرة قريبين قوي جداً مننا ايه قريبين قوي مننا ده؟ انا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عش المجانين ده لازم يبقى مجنون على رأيك والله يا سناء معقولة يعني هيخرج من عمبر مجانين يجين اهو على عمبر المجانين الكبير قملت قول نجل وشد حيلا شد حيلاك لحد حيلا ما تقطع قطع روحين الله يقطع حيلا ومشيك المشكلة انه هم كانوا ماشيين بظهرهم وعشان كده ما شفناش وشوهم يا عم ما تقناقش انا شفتهم هم مداخلين في الشارع اللي فيه لقاهم قعد كنا حبيتين كده انا شربناش وعاتين شاي وبعد انه قمنا معشة المنطقة لو مسكناهم اخدنا المكافأة هتبقى لوز 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 اهو الله ايه بقى عايزة انا اقول ايه ما كنا شربنا الهباب الشاي ده هناك وخلاص لا بقى التماثيل بتقعد تبصيلي في الكوباة اللي انا باشربه ايه هدول ايه ايه هدول ايه شاربينا اربع كوباات قبل كده انت هتضربني ايه 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 بقى هدول ايه 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 ارمي ودن في باقه مرستاني بيتقال رامي وبعدين يا رامزي دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتي عند قدماء اليابانيين رحت وحشة ايه انت ما بتحميهوش ايه لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده اني معي علشان ما نخسرش بعض يا دولا يا دولا يا لا انا بهد النفوس يا لا عايز يعني اصبت العلاقة اللي بينك وبيل التمثال لاني ده تمثال شارس ده عميف يا لا ده ممكن ياخدك مقصك اتا يجيبك على الارض شقلاتك لا يا دولا ده يعمل كام ده مع التماثيل اللي عرف اللي جانبه لكن انا لا ده انا واخد بقى ده انا واخد الشراب السود في الكاراتي اه يعني الكام ده ما بيمشيش معاك انت اه يعمل ده مع التماثيل التانية اهم حاجة بقى الشراب اللي انت خدته بقى استيك ولا من غير لا يا دولا هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطولة اللي جاية هيدوني بقى الاستيك بقولك ايه شكلنا هنقبض المكافأ وهتساق ساق انا عايز استشيرك في فعل امر صغير قد كده خش يا ناحو خش انا كنت عايز يعني افصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البزارة علشان ما عودش بقى مسحصح لهم انا بقى وسكت يا واد بس يا بيت اه يعني انت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني الله دول مسافرين خالص اطعين تذكارة ذهب وعودة لمستشفى العباسية بقولك ايه انا هم انغيشهم لحد انت متجهز الامصار بساكرة يا سابزة اه اه انا رايك يا ابو عندي ثلاث تماثيل حطيتهم في النيش بصرف عليهم دم قلب والله يا استاذ انتو تعملوا رفين رف فوق للولاد ورف التالي لتحتين البنات اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي عشان الولاد لو تحتهم هيعودوا يبص على رجل التماثيل للبنات لا ما يصحش لا طبعا صح يا ادولة صح وبعدين كل تمثالة تنام بقى في الكارتونة بتاعتها بقى علشان ما نعودش بقى زروتها اه ايوة صح 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 مؤمن كيبنا بقى يا كاتاكيد ايه ايه على أفيد عالبيت طابعا تروح اشوفوا جابالكم في عمبر ستة و حشكوش جلسات الكهربة هناك كهربة ايه انتو ايه اه ايه فيه؟ احنا انا جايب لكم مؤلد الكهربة ask �ولطر عيه مؤلد الكهربة ايه؟ مؤدي الكهربة ايه؟ عشان تكهربوا كلكم يا دولة! يا دولة! هاتشاك! هاتشاك! شرفت عمبر ستة! الله! دولة ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولة? ده مستشفى المجنين! ايه ده؟ ياه! انا حاسس يا دولة ان صدري نجرح! عايزه بقى ينجرح اكتر؟ ايه دولة! شم مواس يا لا! ارس! يا حضري! خارط! يا حضري! اهربت! يا حضري! اهو ده يا لا مشجع اهلاوي! وحصل له كده اول ما لقى الحضري ساب وسافر! ده 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 د اهلاً ازايك؟ انا الحمد لله كويس يا سيز هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي مش شافل هون عمدي كتفي ازاي؟ فيلم آيس كريم في دليم كان كوباية ولا باسكوتة؟ صراحة يعني انا ما اشتغلتش في الفيلم من اوله عشان كان ساح مني طب انا هسألك سؤال سهل شوية عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه قدهولك عشان ما يضعش مني فيلم المواطن مصري رقم بطاقته القومية كان كام؟ رقم بطاقته القومية صراحة ضع منه في الحرب في 73 وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان بورقراطية لا 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 تعال انت اقصير غلط؟ لا غلط طبعاً تعال انت اقصير انا هسألك سؤال اقصير مين؟ اكيد هو مفيش غير مجابة صحيحة الله الله مالك مالك خطت لاتي تخلق الا قلي معاك فاكت خمسه جنيه دهب اه شفت بقى شوغل الماصر مش هديك الجنيه على طول بيقوللك خمسه بيعجزك يا لاب لا لا ملكش دعوة اخرج انت برانا عم انا حديثت ماذا يا أبو ألفا؟ هو حضرتك ممكن أن أذهب أفكه من على الكوشك الذي هو على آخر الشرع؟ لا يا لأ كوشك هتفك من عنده ذهب روح اللي بتاع الدهب يفك أولك خمسة بسرعة أقول لك فكه من عند أبو حديدة أنهو ده السلام عليكم السلام عليكم هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم عايزي آه صح ده متكلم هو آه مده متكلم يقبض أكثر طبعا آه لو سمحت يا أستاذة أبو حديدة ألاقي مع حضرتك فكت خمسة جنيه دهب؟ لا سيبك من دي ايه رأيك؟ لما سيحلك دوت وأعملك منه جناهات صغيرة جناهات حديد تسيحها تبتسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني آدم أنا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم هنا هو انت مش هاي في البضاعة دي كلها ادي ايه؟ اه اتفرج عليها بقى لما تسيح هطلع بيها عمرتين بحلهم عمرتين؟ يقولك هطلع عمرتين؟ يلا ما تصدقش هاي حاجة دول مجانين بقولك ايه؟ مدام هطلع عمرتين؟ ما تشوف لنا شقة عندك كده لو سمحت؟ والله عندي قوضة شقة وطرقة عاملة مليون إلا نص قوضة شقة وطرقة؟ آه آه طب بقولك ايه؟ يعني دي متهالي سعرها كده عالي قوي يعني الأسعار في المنطقة دي ما تقلش عن ثلاث تربع مليون إلا ربع يعني الحديد غلي الحديد غيل؟ الحديد ولع ولع يما الحديد ولع 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 يما ده الحديد فعلا غلي جدا إحنا أسفين جدا ما كناش نعرف إحنا مش عايشين يعني ما نعرفش إن الحديد ده ولع يعني ولع يما على فكرة يا دولة التماطم كمان فيها حديد آه حديد أخمار يما مها التماطم فعلا فيها حديد يا نهرجنان طب متشكرين جدا يا قساز أبو حديد أمشكرين جدا دولة أنا التحت للراجل ده يلا خلي بالك يلا كل اللي هنا دول مكانيه إيه ما ما عرفتش يا صدها ما عرفتش يا صدها عرفت女 خدق Kurj ينا اقد كلمت واجبة الكهربة جاهزة انا الاول انا الاول انا盒 ليت كابتن والشار هي لي مش جاعث혀iso الاول انا هنبس الكهرب اlike أعبوص ايدك من فضلك اديني وصلا ايه ده ايه ده اين هديني هدل بيتخنوا الى الكهربة ايوه ياowej يا ابني عشان الكهربة غلط وال والحديد ولع ولع يما الحديد ولع ولع يما حديد ولع ولع يما الحديد ولع حديد الكهرب حديد الكهرب حتى الكهرب لأ لأ كده عدى تلت النهار ولسه ما ظهروش التوبيه في البزار شوفيه فين؟ كلمتوا اكتر من مرة ما حدش بيرد علي يمكن المدهو اللسم ورامزي كسر البضاعة فعادل راح يجيب غيرها نافر افر عادل مش كده خالص عادل رومانسي ما بتحموش المادة على الاطلاق يمكن عند مراته التانية يا ماما هاو دير يوسي ساتشا سينج ازاي تقولي حاجة زي كده هتتقيت على لساناتك يا رب اولا انا يمكن تكون لبنتي الضرة ها انا بنتي الزوجة الاولانية والاخرانانية يا جماعة انا قلبي متواغوش وانا قلبي لما يتواغوش يبقى ابني في خطر شوف يا حمادتي اخشى ما اخشى يكون حصل له حادث قليم عصيب جريمة او ربما تكون او ربما يكون قاعد مع صاحبه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبارك اسطر يا رب اسطر طبعا هنفضل كده عدنانين مش بنعمل اي حاجة ما ننزل ندور عليه يعني نعمل ايه نحطه على النت ونحطه جوجل ونحط عادل ونعمل سرش لا انا حنزل هدواره على العادل هندور عليه في الحروات وفي الشوارع وفي النجوع يا جماعة عادل ضعفي شارع السكوت كويس او ينزلوا كده كده كلكم ربطة المعلم الزوج دوروا على العادل واسبوا لي البيت بقى استجم واقض فيه برحتي ولما تلاقوه موبايلات يا سلوم انت فاجر ان احنا هنزل واش نرجع تاني نا يا حبابتي نا احنا هننزل وحيرجع معنا عادل وحنجيبه واحنا منتصرينين ليه بتدوري على عادل ناصر الدين يا شيخ انت أرجو الحجر ولا ايه ده اخوكي اخوكي ما يا ماما انتو مخوكو تعبان اوي واحد غاب ثلاثة اربع ساعات ايه اللي حصل في الدنيا تا ليه بيعمل حاجة ورجع بس بس حرام عليكو الوقتو كثافي اللي لم تقطعه وقطعه الوقتو ده عينه يلا قوموا وشدوا حلكوا قوموا يلا المرة هاتي سكينهم المطبخ وغزي بيها ساعة الحق لا انا هغزي بيها غنيلاتك يخ تكسيبي منها تعالي نحن غير هدومنا يلا 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 واسناء ما احنا بنلعب بيليا قامت بقى في بيليا قامت اتشقلبت كدهون ووقعت بقى في الترعة ها ها يا حسن يا شحايتا يا معلم خلي الشبكة بتاعتي تتكلم هلبس يا نجو والسؤال دلوقت يا عزائي المشاهدين البيليا كانت بتعرف طعوم ولا لا اكيد طبعا كانت بتعرف طعوم يعني بدليل ان البيلي كله بيقوم بس دي كسفت حضرتك لانها مش عايزة تلبس المايوب زي ما دولة حبيبي كده قلب الزبط انا بقى امت مقطع الجلبية بتاعت الرجالة شاعل مراجل امت مقطع الجلبية كده وانت ناضط في الترعة ورا البيليا علشان انقذها وانت شاهم طبعا انقصتها وعرضت عليها الجواز بعد محبتها واشتردت عليها ما تلعبش مع بقية البيلي في الشارع صح؟ لو سمحت لو سمحت قدولة بص ما تقطعنيش كل شوية وانا بتكلم مع اصحابي حبيبي وبافتح قلب ليهم انت مش بتفتح قلبك انت بتفتح درج البلي يا ابني سيبه لو سمحت ابو الكباتل سيبه سيب القائد اتكلم قول قول يا حسن يا شحطة يا معلم انا ااسف جدا اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد يا نهر ابيض انا اصلي من المعارضة يعني بقى انا رمزي مش قادر علي يا ربي تبعتلي منه شوية اجزاء وفجأة كل البهاين وحمير قموا معترضين ايوان اعترضوا زاكم كده بالظبط ماذا ؟ لكي نحن نعمل قوشة ونلعب كرة لا ما انه ممكن برضو كرة تريد حتى الى زريبة وانا ما بتلقي وسكدت לא ازاز ولا بتاع بس برضو هم بقى رخموا بقى وقاعدوا يرش علينا مية وقاموا شايلين توب العرضة بتاعت اللجوان لجوان ورقص يا حضري يا حضري بركات خارطة يا حضري يعني بعد اذنكم عقلين يعني بعد اذنكم ومدام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله الاستاذ عسام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديدة والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير ايه رأيكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كورة لو كسبنا نطف النور والنام اتفقنا ماشي يا دولة بس فيه يعني افرد ان شاء الله ان شاء الله خسرنا لو خسرنا مش هيبقى لنا نفسي نحتفل فهنطف النور وعنام برضو اه ماشي يا دولة ماشي يلا بينا يلا بينا يلا بينا لو ما جتيش جون هرجعك سول عبور فعلا وده هشط على السكين ولا ايه دي عادي يا دولة عادي هنخلي الجون بتاعها على شكل تلاجة اه صح ونخلي العائل اللي واقفين وورا الجون اول ما شوط يلموا هم البزر بقى اه صح يا دولة بقولك يا دولة ايه رأيك ما نستنى شوية كدوان يمكن البطيخة تسقع وبعدين بقى علشان ماتش يبقى ليه طعم ياد احنا لسه هنستنى على ما البطيخة تسقع احنا عايزين للعب رياضة ونحل بالمرة ايلا ماشي يا دولة خلاص يبقى تدوني وقت اسياح لكم حيطة الحديدة دي وابنلكم بيها عارضة انت الحديدة دي محيارك من الاول انت مش لسه باني بيها عمرتين شكلك كده بتغش في المونة لا اوعى يا ابو حديدة اوعى تغش في المونة بتاعت الليجوان بعد كده ها علشان الحاضري ما يقعش عليه المعارضة المعارضة حاضر حاضر يا قائد حاضر حاضر يا سلام على حنية قلبك يا معالي خايف انت اوعى الحاضر يا درامز لا يا دول انا خايف على البطيخة الاحسن عارضة تقع عليها تتكسر ما نعرفش نلعب كورة ياد كده كده هنلعب كورة يا لأ عارف ليه ليه يا دول عشان كل اللي هنا دول مجانين والحني دول والحني دول عشان varios والحني دول حدم وازيادة وحلبة حاصة. يا ابني يا ابني. احنا مندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد مصري اصيل. اه عادل سعيد اه مثبت العقل في الراس والورقة في الكراس. يا ابني في ايه انا امه في ايه? اه خرج منها لابسة القميس. يا سلامت ابن هو طبيعي انه يبقى لابسة القميس لان انا اللي كايوز تبحى قبل ما ينزل. اه. يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلمات. يا ابني انا اللي غسلاله القميس والله. ويهون عليك دماغي. انا بقى بقى حماته. انا اللي حتاله الزرارات في اليقاتس بتاعته. اه يبقى انتوا بقى منمارين من يوم ما اشترتول القميس في فترة الاوكازيون. لا 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 لا. الحقيقة مش احنا لمشتريونه القميس بصراحة. سنة اخته هي اللي دفع يتمه واشترته له. اخته. يا جامعة ده انتو عيلة لحمه دمه. ولماغزة المنكير ما يطلعش متضوفر. عموما يعني هو موجود الله ومحفظنا رب وحفظ حلمنا. اه بدول ايه. مستشفة. لقد انتو. ايه دولة. ايه. احنا اللي جنن. ايه. قلتلو هات 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 لان مرة بتقول لها هات. ايه دولة وراحت ايه. انا ده ايه. عزايا المشاهدين باقي من الزمن ثمانت ساعات متواصلة. وما زالت ضربات الجزاء التشكيعية. هي سيدة الموقف. جاهز. جاهز يا دولي. يلا حاضري. عايزك تزدى بقك يلا. دول انا خايف اشوتها تطلع قرعة يا دي البلن ده على السكين يا دي انت بس سمي وان شاء الله تبقى حمرة يا رمزي يا رب يا رب ساهلها لي زي ما ساهلتها لسعيد عبدالغان في ماتش هولندا والبرازيل يا رب ماتش هولندا والبرازيل ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها كانت هي الجمهور شوت بقى نفسي اهز الشبكة بقى نفسي اهز الشبكة بقى شبكة وبطيخ نفسك في حاجة تانية قبل ما تشوت شوت هاشوت اهو حشوت اهو هشوت اهو متشوت يلا وينا ماتشوت يلا وخلنت ما تجننينيش عاش ‫هاش ادول هشوت اهو هشوت اهو جاتجونة جاتجونة فاول فاول على السريرertasغروني Answer Smith السرير دا طلعه يبرا طلعه يبرا هتحالوا في المرة دي ما هذه سرير محترف دا مهما كان أيضا كان هناك اسرير محترف لا معلاش السرير دا مش اول مرة اعمالها قبل كده وقع المولار على الاثناشر رعيد طلعه افصايد لبرة يا دولة بقى يا دولة بقى هقول نبقى دولة يا دولة هتلي بقى هتلي قاوت ولا جورنل ولا اي حاجة جورنل؟ ما انا لسه منديك افصايد من شوية يا لها هجيب لك منين؟ هجيب لك منين؟ طب بص يا دولة هاديني حتى بلنتين بلنتين إيه لها الدهولة يا لها؟ ما انا كنت جاب معي شوية بلنتيات بس عشان مارش تقول بلنتيات اللي عندي خلص تعمل ايه؟ لا بص حتى الصفارة اشحنا خلص يا لها اه يا دولة اتريني اعملت الصفار اللي وانا مش سامع يا دولة خالص طب بقول لك ايه؟ ما تستلف من الهاينزمان الهاينزمان هاخد منه ولا ايه ولا ايه؟ يعني ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابة ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشوره عشان النهائي بكرة يا لها ايه ده هو بكرة جيه يا دولة؟ ما ليه؟ جين بارح يا لها جاهزين ايه حديد والله؟ ده هاترين؟ الله انا ونتلكم انا ونتلكوا انا ونتلكوا هاترين يا دكتور ايه ده؟ ايه حالة؟ يا بروفسير برح ارجوك زوجي عادل بيكامل قواهي العقلية طب قول ماجه لجوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها الهدف زهبي ماجه يا دكتور انا عايزة قولها لك حاجة ان عادل ده شاب كل رياضي وما بيشتبش التهجير وعمله ما تدخن بص بقى يا دكتور بص يا دكتور لو انتو حاجزينو عشان الفلوس انا مستعدة ادفع الحساب بص ارجوك وارجوك وارجوك وتخرجوه هتخرجوه بعد من نظاف لويدو عشان عندو التهاب في الاذن الوسطى مفوتة على الاخر شوف يا دكتور انا لا انكر انو احيانا عادل كان بيوصاب بحالات ذهنية متفردة بس على فكرة ده ما كانش شيء سابطة كان بيجيلو كده لما يجيلو اكتقاب لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم ابراهيم ملوخية حلاقي انو تعدد الزهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده فيها كده بس احنا من قدرش نعرف حاجة يجب لما ندوق ونغرف ابراهيم ملوخية اقولتيلي على كده بص يا دكتور بص يا دكتور لو انت عايز تاكو الملوخية انا مستعدة اعملك ملوخية في دقيقة وتاكو صوابعك واراها بس ارجوك 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 اطلق صراح ابني يا حضرت الزابط ابوز ايدك يا حضرت الزابط بريق والله بريق هسكري يا حضرت مين زابط مين انتو اللي عايزين تتضبطه انتو اخر مرة تكهربته انت انا 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 عارف انا انا كهربت سنة الفين يعني في خدوم من الفين لأ الفين وواحد كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين فيه المطبخ وكان اللي هو اللي بيعمل العصير ده راح مفوت فاروحت لاسعه وانت يا حاجة انا بقى حقولك انا بقى الكهربت لما كنت بتصنت عالتليفون بس لبنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمة عشان يقولي ما تتصنتيش تاني عيب 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 طبعا والاخت ام الالوان المتعددة انا بقى كنت قادة باخد بان السلاي كده في الشمس وبعدين انا نفسي هفيتني على الفشار رحت رايحة لشان اجيبيلي الفشار وبامسك الفشار كده لقيت كهربا 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 انا بس عقدي ومزعيتها بقيت كده دكتور طب اقولكم ايه ايه قل عموما احنا منعتزر د خطأ مقصود او مش مقصود انا مش واسق تعتذر ايه حضرتك حضرتك يعني ده انا اتمرمطت جوه ده في واحد اسمه ابو حديدة دربني بالحديدة على كتفي من ساعتها بص مش عارف احرك ايدي خالص كذاب كذاب حضرتك ابو حديدة دوان انسان نبيل وشاهم وظريف والله وبدأ من السفر لغات لما بسم الله ما شاء الله وصل لغات لما بقى على الحديدة نوع الحديدة يعني تحت السفر يا غبي كده هنتحبس تاني كده هيدخلونا بجوه تاني مع المجانين انا نفسي هتخل جوه انا نفسي هتخلو ما انتش هرفنا بكم اتفضلوا انت دولوقتي ولو عزناكم حانبعت نجيبكم سيبولي تلفوناتكم او 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 هات تلفونك هات تلفونك اتفضل اتفضل اتزال تلفونكتنا هل آص confessed معيك صاه؟ الله يوموا thrill اتنين يا باشا انا باشرب اتنين لا تلاتة يا باشا اجري هتمع لها اجري بس كده عناية ايه ده ازاك يا برحاب انا اه الف سلامة ليه كمارك اتفضل 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 ايه يا عادل ايه اللي حصل لك يا برحاب اقول لك يا عادل ما تعرفيش شكة عربة طيجية ليه عايزهم يضربوك تاني ولا ايه وانا مش هشيك حق يعني مش هشيك حق ولازم انزل اتخانق تاني ايوا بس يعني ابو رحاب متهقل يستنى لغاية ان ما تخف شوية عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب يعني تتضرب على ميا بيضا اه انا ابو رحاب على سنة وروح يتعمل كده فيا ويحصل لده ايه اللي حصلك بس ابو رحاب اه اه ابو ربابا اخوك نكون هو اللي عمل فيك كده لو كان موجود ما كانش ده حصل ماد تتبقى في حياتك اه حياتك البقى والله انا ما عرفش ان اما كنت عرف كنت جيت عالزيت يعني وهو كان عيان ولا ايه سحيته كانت زيت بومة شاب في سنة كده وعنده بنت سنها من سن بنتك كاسمين وكان احد في امان الله مع امه واخته ومراته وحماته واخته ومراته وهو طب ما طب استأذن انا بقى ابو رحاب تستأذن ايه انا ما كملت لكش اصلي بقى ده ساب ورثة كبير ابو الورثة ده كل واحد ديه قرش فيه قاعد يعض في اخوك وفي الاخر جه ابو ايهاب عض في الكل ابو ايهاب عض في الكل طب وانت عملت ايه مهي رحاب ما شكتش عضت في ايهاب وايهاب ما شكتش اه عض في المرحاب انا بقى ما شكتش انا بقى اه وانت برده عضت فيه بس عضت ايه انت واضح ان انت اللي خدت عض ما نحقتش تحد بقى بقى انا ما كانش عض انا كان قصدي كله الظلط وخلاص كنا هنصلح ونبقى كويسين جهت امي الحاب عضت امي رباب الدنيا ولعت راح تجابي تاخوها ابو خالد عض فينا كلنا ايه العلا اللي تصعر دي عادت دولة 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 حبيبي عادت عادل عادل دولة انت مستجنى لي يا دولة رامزي رامزي سيبني دلوقت خالص عشان عمال افكر في موضوع كبير طب حس انه كبير بقى يا دولة فممكن يسعنا انا وانت يا ابن انا بفكر في موضوع كبير مش في قوضة نوم تسعنا احنا الاتنين سيبني يا رامزي لو سمحت طب خلي بالك بقى يا دولة لان انت بتتصرف ساعات غلط والغلط دوان ممكن يقلب باخطاء ولا يا رامزي ابعد عني السعادة يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبنا افكر طب دولة انا يعني كنت عايزة حاجة منك يعني بس ياريت تبقى بينه وبينك سر سر؟ انت عندك اسرار يا رامزي قولي يا ابن قولي اي سر انت عايزه سررك في بير انا ابن عمك كنت محتاج منك الف جنيه سلف ولا كأنس مات حاجة سررك في بير ما تقلقكش الف جنيه اللي انت عايزهم يا ده صايا عايزا يعمل بهم ايه الارف جنيه يا دولة انا بقى عايز اعمل ايه فعنيا علشان اشوف بها من غير النضارة دي اا يعني انت متداقل مالندارة انت بتشوف كواس بالندارة اه طيب عايزتغير ليه النضارة يا ابني بطل طمع بقى رامزي بطل طمع يعني يا دول체 يعني هو الانسان هياخد ايه في دونيته ديanta ولا هيسيب وراء ايه يا رامزي انت مست الهيطر يا ابني انت مست الوطر عايز زبأ معا ييت يا رامزي عايز أسألك سؤال مهم جداً وفكر قبل ما ترد على طول يعني دلوقتي لو إنت مثلاً جيت يوم الصبح كده صحيت من النوم لقيتني بعد الشر يعني إن شاء الله إنت لقيتني موت بعد الشر عليك يا دولة إنت لو موتت أنا مش هصحى يا سلام يا سلام أصيلي هذا يا رامزي طبعاً مش هتصحى من الزعل علي طبعاً لا يا دولة لأن إنت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده البزار والزفت البزار والزفت まاشى رامزي طيب يعني عموماً صحيت ما أنت مش معقولة حتفضل متهBB نايم يعني تول عمرك أكيد ه تتهبب تصحى صحيت تفكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم إيه خدي عم عندك أول حاجة دولة رانيا امراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدة على السرير علشان أنت نومك كots�� ترفيص واسناء هتقوم ترضى بقى أمك وتخليها تنام عن ديرانيا علشان أمك نومها كله ترفيس نوم أمي كمان كله ترفيس ماشي ماشي أنا مش عايز أتكلم معاك مش عايز أتكلم معاك يا رمزي خلاص ليه يا دولة؟ لأن كلامك كله ترفيس ابعد عمنا يا رمزي طيب دولة انت مسألتنيش يا عم بقى أمك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ وانت خلاص قسمتها يا ابني أمي هتنام في السرير لوحدها لا يا دولة أمك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز السد الكبيرة دين هتقوم تجوزها وتشرط بقى البت ياسمين وتطرد رانيا امراتك دين ورانيا هتقوم جاية هنا في البزار وتقوم ترداني برا بس أنا يا معلم مش هسكت لها ما تزعلش يا دولة لا أزعل ليه ما أنا بعد ما موت أكيد دا مش هتبقى امراتي يعني عادي بالزابط هقوم بقى جاي برانيا دي من شعرها كده في البزار وبنتك زي ياسمين دي كده من شعرها واه دعوا برا وهقوم بقى جاي بأمي بقى هنا هو انتقعد مكانك في البزار يا دولة ها طيب وانت هتعمل ايه؟ أنا عادي يا دولة زي ما أنا أنضى في البزار أمي تهزقني يعني الشر اللي انت حملته دا كله عشان تفضل زي ما انت مرمطون في البزار كده يخرب بيتك يا دولة يا دولة القناعة كنز لا ينفذ دا يا انفذ أنا اللي غلطاني اللي بفتح اي موضيع معاك يا انهارة بيط زك الرمزي لاه بال بيفكر بالشكل دا اما للمصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث دا دولة أنا عندي فكيرة اقولها لك لا ما تقولش عناي يا حاضر يا دولة اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت اتوصى بيهم اعمل لهم ايه؟ انا زل لهم سلطات زيادة يعني؟ يا عم بقى افهم بقى انا قاسف انا غابي انا قاسف اتفضل حضرتك فاهمني ايه يا خطرات؟ اتوصى ديا يا دولة يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك يعني يعني كل واحدة هي هتاخد ايه؟ خربيتك اه قصدك الوصية الوصية ايه يا عم بقى الوصية ديا المسلسل كان بيجي في التلفزيون يا دولة بتاع احمد عبدالعزيز واخته الكبيرة اللي ابن عبدالعزيز ايوا صح دول اخوات بقى محمود عبدالعزيز ولاد الحج عبدالعزيز يا جماعة انا جميعكم النهاردة عشان اقولكم ان الاعمار بيد الله يا سلام ومن ام تعرفت المعلومة دي؟ انا قصد يعني اقول ان محدش دامن يعيش لبكرة يا بيبي ما تقدرش تقول كده لان المعادلة الرياضية بتقول ان العمر الافتراضي للانسان يتناسب او لا يتناسب جزئيا او غير جزئيا مع حالته النفسية ايوا بس الرياضة عمرها ما بتطور العمر المهم يا حبيبي انك دميرك الحي يبقى صحي على طول وتحط راسك على المخدة وتنام على طول ايه ما المشكلة بقى فنام على طول دي الموت طبعا علينا حق يعني ده وضع طبيعي وده اللي انا عايز اقولهلكو يعني بعد الشر علينا كلنا ليه بتجيب السيرة دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطة يعني الكلام ده موجه ليك يا ماجيدة الحي بقى يلا قومي كفرة عن بعض من زنوبك يا انت عايزها تقوم تعمل ايه يعني تمد دقيتها في شغل البيت شوية ايه تمد دقيتها في شغل البيت وزنوب هل بتتجننتي في موجك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوة وكمان الصفحة بتاعتي بيدة ما فيهاش نقطة سودة ولا اخدشة واحدة ليه اخر مره عشتي امتى؟ يا جماعة ارحموني بقى يا اخوانا حرم عليكم في ايه قطر من الموت يخليكو ما تتخنقوش مع بعض بس بقى تسكوتوا خلوا ايه يعني في تكلم على الله ايه عبد ده؟ شايف يا ماما عامنا فيها مؤدبة ودوا الراجل فورسة خليه انا فيه يتكلم مؤكد عايزة منه مصلحة يا باي يا باي عليك يو علي ارحمي نفسك وفي السوسة اللي عمال يأكل فلسانك ده مش معقول مالكيش دعوة بنت هي بتتكلم صح خلاص انا بقى مش اي الحاجة وانتو الخسرانين ايه خسرانين ليه يا عدل هو انت كنت حتقول حاجة فيها مصلحة يعني حاجة كويسة طب ايه ده كده اقول تحب عملك شاي؟ انا اللي عاملة نفسي مؤدبة ولا السوسة اللي عمالة تتحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزة في مصلحتها حاجة اه خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمة للتاني انا مستعد يعني استنى بس اما حاجة ما حدش قطيعني حد عنده حاجة استنى يا مقى اوكي ديها واحدة انت كلبة وقليلة الأدب ومش متربية ومش هنقطع طب استنى بس استنى علي بس ما خلق هتشوفها هتفضل يا عدل ما حدش هيقطعك يا جماعة انا قررت اقسم صروتي قبل ما موت ليه وانت حاسنى هتجيلك صروة قبل ما تموت انت بقى بالذات بقى يا سناء مش مدخلك في الحزبة بتاعت الصروة تقسيم ايه وزفت ايه ربنا يديك الصحة وطول طول عمر يا حبيبي يا مام الاعمار بيادي الله وده واقع يعني فالواحد عايز يزبك كل حاجة عشان محصلش بينكم مشاكل حبيبي قلبي احنا كلنا هنا بنحبه بعض وما نقداش نستغنى عن بعض امد يا عمرنا عمرنا يا عادل ما حنعد ببعض انا متأكد يا سناء ان انتوا هتعدوا ببعض زي زي كنت انتوا بتعدوا ببعض وانتوا محلكوش اللضة امال بقى لما يبقى عندكوا بزار والشقة دي هتعملوا ايه اكيد هتعدوا هتعدوا يعني لا لا يا عادل كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجة جنب الحب اللي بيننا اللامور هو ده بقى الكنز الحقيقي اللامور ايه بس يا حماتي يعني ايه ياريت تنسي حكاية الافلام الفرنساوي دي بانوراما فرنسية اللي بيجواها في التلفزيون لغوها خلاص عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده تفال وحش خالص انا دخل قطي وانا زعلانة منه ها وانا يا ابني بشتغل وبصف على نفسي ومش محتاجة حد هاخد منك ايه انت يا مقاشفر يا خوفي منك انت بالذاتة سناء لان انت بقى في العد عارفك زمان ما كنتش بتسيب حقك بقولك ايه سيبني روح انام انا اللي حامسك طبور الصباح الصبح في المدرسة وانت عملتك يا عمي سيبني انام طبسك طبور الصباح يا عيني دا العيال مش هيروح اكيد بقولك ايه عادل انا زعلانة منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله دا مزعلنا كلنا بصراحة اه اه انا كمان لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص عادل 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 انا لها الشقة ودي مش انا ناية مني ولا حاجة اطلاقا انت عارف يا بيبي الشقة من حق الزوجة وده مسل شعبي معروف الشقة من حق الزوجة ده مسل شعبي ده ايه الحلاوة دي امال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون بستفتيش منها حاجة بيبي شوف بقى انا بقولك اهو انا لا يمكن اسيب حقي وحق بنتي انا بقولك اهو ده بالنسبة للشقة اما بقى بالنسبة للبزار ودخل البزار فكله هيبقى برضو ليه والبنتي اعتقد ده حق مشروع ده حق محشور وبالعافية كمان يعني ايه يعني ايه يا شقة ولا بزار انا ما قلتش كده يا ستي بس كل واحد برضو لازم ياخد حق ارانيا اوكي انا موافقة انا كل طلب اما انك انك بس تسيب لي لجام الامور اسيبلك لجام الامور على اساس انت بقى ايه مسكن لجام ورجبة وان احمار يعني يا بيبي ارجوك يا حبيبي انا مش هعمله مشاكل مع مامتك واختك ثم انا بصراحة كده حايز اقمن مستقبل مامي اقمن مستقبلها اه طب ما دخليها حقوق او تجارة على اساس ده يقمن مستقبل مستقبل ايه يا راني يا اصباح على خير اصباح على خير ايه وبعد ما تنام بعد ما نام بقى بكرة ولا بعده ان شاء الله هبقى فكر في الموضوع ده واقولك على القرار اللي انا اخدته وبعدين اللحزة بقى ان انت الوحيدة في الستات كلها اللي اتكلبت في الموضوع ده فهمي ده معناه ايه ها سبعة الخير معناه انت من اهله موسيقى موسيقى يا عم اقوله تفضله تفضله ايه همعوده ولا تفضله يمشوا تفضله كله امم تفضله كله ماشي غراه معنايا حاضر اطلب لك ايه لا يا عادل خلاص طالما أنت أكلت كأني أنا اللي جبعت الله على الحنية على الأساس أن أنا لو جالي برض أنت اللي تعتصي يعني طوله عمرك دمك خفيف يا مضروب ما عارفني دمك خفيف الخلاصي عايزة إيه؟ أبداً يا عادل أنا لأول نتكلم بصراح هوي قوي فضل يتكلم بصراح فضل طوله عمرك ما بتخشش دماغي بشلن أحمر آه بدأنا قلة أدب ممكن أقوم قلتشك على دماغك على طمو لا أنا بتكلم بجد يا عادل طوله عمي شايفة أن أنت متدلع ومرفه ومستهتر مستهتر أولاً وضعي طبيعي جداً أن أنا أتدلع على أن أنا الراجل أو أنا الولد اللي جيت في العيلة يعني وبعدين أنا زاكي جداً عنك ويعني دم خفيف جداً عنك وكل الناس بيحبوني عنك طبعاً يعني أوكي أنا ما بنكرش أنك كنت مدلل أكتر مني في الأسرة بس أنا عايز أتكلم في حاجة تانية دلوقتي يا عادل أنا فجأة حسيت أنك بيت راجل راجل يا عادل يا سلام يعني أنا أول مبارح كنت عيله والنهاردة بقيت راجل ده إيه اللي يعمل بتعدي بسرعة دي قصدي يا عادل أن أنا اتغيرت وجهة نظري فيك بعد حركة الوصية دي حسيت قد إيه أنت قلبك علينا وقد إيه أنت متحمل المسؤولية راجل على الله يتمر بس ما عشان كده أنا جيالك يا عادل عشان أقف جنبك بأفكاري ربنا يا مستور إيه بقى الأفكار اللي عند حضرتك إيه رأيك يا عادل تبيع الشقة وتبيع البزار وتقسم الفلوس دي عينا كلنا طيب وإنت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بيه إيه؟ أبداً، هادفع مؤدم في شقة من شقة نقابة المعلمين أصي الشقة دي بالقصد، وحشتينها عربية صغنطات كده على قدي عربية صغنطاتك؟ أيوة، الواتحة مادة بزوكة اللي هو ساكة على ناصة شريعنا عارفوا؟ عنده حتة عربية يا عادل قدي كده يادوا بكتشير نفارين، لونها فوشية متالك متجنطة ولكاسيب باوكولايزر وتويتر ولا، إسمه إيه اللي بتاع اللي ورا ده؟ سبولير سبولير، اللي سبولير اللي ورا بيبرق فضيع الكاسيت بتويتر وكولايزر ممكن؟ آه، 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 آه الكاسيت ده بيبقى جوه العربية، شفتيه إزاي سناء ما هو أصل ما ما فيش حمالة بزوكة لما كنت متأخرة على المدرسة فكنت عايزة ألحل مسلسل، وكانت الدنيا حر وما فيش الموصلات زحمة فهو اللي في العربية وانت راح المدرسة الصبح ده على أساس ان انت تدريس في معت سري ما يعني؟ لا ما هو أصل الولد ده لكنت قبل كده في المدرسة اللي كانت جنبي كنت مع رأي بد يعني هو واصحابه اللي ما تغيرش الموضوع، ما تغيرش الموضوع اللي خلينا الموضوع الوصية عموماً موضوع بزوكة ده مش هعديها سناء الوصية بقى يا ستي أنا حر فيها واعمل فيها اللي أنا عايز وانت عايزة منها ايها سناء؟ عايزك تبيع الشقة وتبيع البزار حلو قوي، يعني لو بعت الشقة وبيعت البزار حضرتك ما فكرتيش هنعيشي ازاي؟ أنا عن نفسي هعيش من مرتبة واشتري شقة واشتري عربية، ما يخصنيش تعيشوا انتم منين؟ سناء غوري من وش يا سناء يعني ربط مع الوات بزوكة؟ ربطي مع بزوكة جامد، عشان يفرقع في وشك وانا اللي هفرقعكو يا سناء ماشي يا عادل، سلاموا عليكم مع السلامة خرب بيت الوسيعة، اللي فكر انه هو يعمل الوسيعة أنا الغلطان، أنا الغلطان نجلاء، هاتي الجاتو من تحت السرير أطلع البلاك فورست ولا الإكلير؟ ليه دو، اللي اتنين يا حبيبتي ايه ده؟ ما شاء الله انتم فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادل اني مليش فيه وأنا كمان طب مدام ملكوش فيه انتم الاتنين جايبين وليه يعني؟ يا عادل أنا قصدي على الميراث ماما تقصد الوسيعة آه الوسيعة، لا اتكلم اتكلم أنا عارفها يا عادل اني أنا مش من حق ان اتكلم في الموضوع ده وأنا كمان هم؟ انتم الاتنين مش من حقكو وعايزين تتكلموا ايه؟ يعني قصدوكو ايه؟ يا حزدينا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومقدم وحسيس ومش ممكن حتسب ان اتشحطط من بعدك يا عادل وأنا كمان بس هنعكي انا واسط اني لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي يا عادل انا مش بتكلم عن حق عن حقنا انا بس انا 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 بعت اصطفق علشان انت جوز بنتي وانا عارفة انك راجل حنين ومن فضلك من فضلك ولازم لازم انك تحطينا في الحزبانات بتاعتك في الميراس حزبانات ومراس ايه بتكلم على ايه بس يا حماتي؟ عادل عادل يرديك ان انا نحرف وانا كمان بص يا حماتي الحكاية دي متهالة فتاة وانها بس طبعا ما يردنيش يعني يبقى خلاص لازم تكتب زي زيهم بالزبط في البازار وفي البيت تكتبلك كل حاجة زيك زيهم بالزبط يكتبلك يا مجيدة يا سوسة يا تعبانة ايه 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 ده اكلية ده وشوكلاتة انت فاكرة عاية صغير يا سناء انت ايه اللي جابك ايه؟ ايه اللي جابني ده يا عادل بقولك ايه السنت دي وبنتها ما نقومش قشاية في الشقة والبازار يا عادل انت مالك انت تدخلي في الملكيش تيه خالص انت عادل حيكتب زي زيكم بالزبط يه ايه يكتب بقول عادل لا حيكتب ولا حيمسح يا مجيدة يا عرّة ماما 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 ايه في ايه في ايه في ايه عالي اتفراجي بقى على مجيدة العرّة دي قال ايه عايز اخوي عايز اتحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشق زي ما بيكتب لنا يا ماما عايزين تورسوا ابني بالحية يا الماما يا دون يا شحتين يا جعنين يا سلام يا ماما ما انت مبارح يعني لحضراتك وتعايزة تورسيني بالحية برضو انا امك ومن حق اعمل اللي انا عايزاه هو فيه ايه بالزبط يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص انتش مالكيش اي حاجة في الحمص وانتش قولتيها ايوة مالكيش اي حق لا هتعد في نصيبي نصيبي في الشقة وفي البازار ما ان شقة من حق الزوجة اه ايه ده عادل خد موقف انا من رأيي نقفل على الموضوع ده ده الوقت نقفل ده احنا لسه حنفتح بقولك يا عادل الشقة دي ماما هي اللي جايبها لك ايوة انا بيعتي شبكتي عشان اجوزك والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوفة عندي ايه سامعي عادل اكتب الوصية باسمي لا باسمي انا قلتلك بيه عشان نخص من الاشكال دي عادل عادل اووس الجدم وقبضه ندماتي على فعلاتي تحطني في وصياتي وانا كمان اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشية مع عماماتي انت لسه عايشة انا امك اديني كلمة الوعد وانا زوجتك ومستني الرب وانا اختك ومستني العقد ايه يا جماعة كفية بقى حرامة عليكو بجد بصوا اخواننا كل واحدة فيكو تتكري على الله تروحوا اوضيتها انا مش هعمل اي مراس ولا هعمل اي وصية ولا اي حاجة اما موت بقى يبقى المراس الشرعي والمراس الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانسيين بما ان ولا واحدة فيكو تعتبر ذكر يبقى ملكوش اي حاجة ساموا عليك ايه! 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 واضي! دماثيل يعني. علشان ابيعهم يا دولة بقى واعمل العملية اللي في عناية دي انا علشان اشوف من جر الندار. ياد انت مفيش في دماغك غير موضوع العملية. العلمك انا ممكن انا بايدي اعملك العملية من غير دكتور ومن غير اي حاجة يعني مش هتحس باي حاجة ومن غير فلوس كمان. معقول يا دولة. امال ايه? عارفش انت الاسعافات اللي عندنا? اه. ولوحات هادو انا اعمل لك العملية. هوا يا دولة هوا. اخرب بيتك. مش فاهم ان انا مش دكتوري. يخلى اي حد يلعب له في وشه. اه يا دولة اه يا دولة. شرطة اه. هات جاهد عايير. وقعد بقى. اهش يا دولة. يقلع ع المنزارة. اه يا دولة. بص القطنة دي حطها كده اه. اه. والقطنة دي حطها كده اه. 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 اتسكن باديك. اه. اتسكن باديك جامل. اه. اه. ونخش على مرحلة الشاش الطبي ربنا يفليك يا دولة لي يا رب انت تعلمت الحاجات دي فين يا عام؟ يا ابن انا فاهم كل حاجة يا ابن استنى 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 اهلا استنى اهلا ايه دي اوه؟ امتلك برضو قيشة كارتون كده اهو عشان عاملك ايه؟ كأنك سلك اريان مثلا انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص طب هنشيل الشاشة جايمتها يا دكتورة دي الوقت انا اهو اقول لي بقى شايف ايه؟ سوادة دولة ايه مش شايف حاجة؟ مش شايف اي حاجة دولة بجد يا لها رمزي؟ خالص طب دول كام؟ مش شايف دولة دول كام؟ مش شايف دول برضو يا دولة خربيتك طب دي ايه؟ دي ودني خضيتني يا لها يا خربيتك قول لي بقى ايه فكرتك؟ فيلم اسمه يلنيات عربيات كوشري ده اكيد ملوش كمال الفيلم ده كوشري ايه بسه؟ زفت زفت اتفضل اتفضل اللي بعده مقدمت فيلمه عن شاب نايم طبعا لازم يكون نايم وبعدين اكيد بيفضل نايم كويس وفينا القصة؟ هي دي القصة سيادتك اكيد بقى الجمهور اللي يخش يتفرج على قصة بتاعته ده ياخد بعبطة طين شكرينا ايه فضل اللي بعده انا عايز اخد فرصتي خد يا حبيب فيلم عن مفيش مفيش ايه؟ مفيش شغل مفيش جواز مفيش عربية مفيش فيلم هنصور الشوارع والحيطان والبيوت والترع ده على كده فيلم الكشري كنرح هو فيني الفيلم يا ابني هو ده الفيلم سيادتك زفت 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 اما انا عايزنا نجيب قصص منين يعني؟ قصص منوكم انتم انا مش فاهم يعني حضرتك ما بيعملوش مجهود ليه؟ الناس لو دورت بجد لو دورتوا بجد في وسط الناس هتلاقوا قصص كتير جدا يلا يلا تكره على الله تكره على الله حضرتك المهنة لمت خالص خلاص بالزبط كده يا استاذ بالزبط يعني عارف لو حضرتك كل واحد بس دور جوا بيته هيطلع عمية قصة على قلب واضح ان حضرتك بتفهم قوي في السيني حضرتك انا كنت زمان وانا صغير بتفرج على افلام كتير جدا وبعدين بعد كده طلبوني يعني ان انا اكتب حاجات في السينيما ما وفقتش وقتها لكن واضح ان انا هتدخل عشان انقذ الوسط السينمائي افهم من كده ان عندك قصة ليه؟ راجل عايش مع ست ستات عايش مع ست ستات؟ هايل جبتها ازاي الفكرة دي؟ حضرتك انا ما جبتهايش انا نفسي عايش مع ست ستات ايه ده؟ وكمان قصة واقعية؟ بص يا استاذ انا هشتري منك الفكرة دي ويديك عربون فوراً بس انا عايز الفيلم بتاعي يكون فيلم جديد عايز فيه اكشن اكشن حضرتك انا دايماً بتخاني معاهم فده اكشن يعني حلو قوي عايز كمان فيه رومانسي الرومانسي بعد ما اتخاني معاهم بصالحهم على طول ياريت ياريت يبقى فيه شوات رعب 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 برغم ان هم بيسمعوا كلامي وبيحترموني لانهم بيبقوا مرعوبين مني مرعوبين ويا حبازة لو فيه شوات تاريخ تاريخي حضرتك الجزء التاريخي ممكن نصوره في البازار ما عنديش مشاكل خالص قويس جداً ايه رعب بقى في شوية استعراض على خفيف كده لا استعراض معلش انا مش بتاع استعراض لان انا مش عنديش استعداد خالص من انا قدم اي تنازلات في بداية طريق خلاص خلاص مش مهم اهم حاجة عندي الكوميدي حضرتك الكوميدي خلاص رترت اي حد بيعمل كوميدي لكن حضرتك انا بعمل موضوع جد يسير المللي خلي المتفرج هو بيتفرج يجبس على النوم على طول هايلي هايلي اهانا دلوقتي بس اتطمنت على فكرة انا همضي معاك العقد الفقر بس انا لسه مارستش اسمك ايه حضرتك كان اسمي عادل سعيد وانا عادل حزين انت كمان عندك فكرة ليه ايوا راجل وسبع ستات طب لو هديك نفس الاجر الستة عندك توقف بكام ايه ده حضرتك هي شروة يعني الستة توقف كام ايه يعني حضرتك انا جاية قابله وبعدين غير كده يعني انا ممكن الستة ستات اللي عندي اخليهم سبعة اتجوزوا واحدة تانية ممكن اخليهم تمانية اجيب اي واحدة قريبتي تقعد يعني بس ده للا اجزاء اللي جاية يعني خلاص يا جاية مش هنختلف بس انا عايز اقولي ان الفكرتين قريبين قوي من بعض قلولي يشوروا علي اعمل ايه الفايصل في الورق ورق ايه يا حضرتك ده اسمه حزين يعني هيكتب كوميدي ازاي وبعدين ورق ايه يا عام واحنا بنبيع ترمس خلاص تبقى خايف من المنافسة لا مش خايف لعلمك بقى هتشوف علشان نفض الاشتباك اللي بينكم ده كل واحد يكتب الملخص بتاع فكرته ويقدمه لي حياتنا خلاص يا جماعة هتتسجل على شريط سينما اخيرا بابي اللي انت بتقوله ده الشيء اللي يصدقه العقل هو المنتج ده ملقاش غيرك انت انت عشان يعني قصة حياتك فيلم يا سنا ما تحترمي نفسك بقى اخيرا يا جماعة يا جماعة المعاناة للواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى والناس كلها هيشوفوها اخيرا الواحد حسن الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة ايوه يا عدل بس انا برضو مش فاهمان انا ايه اللي خليت شدي بيك ابني انسان عظيم ودي اقل حاجة التعامل له يا السلامة اه عظيم بقى مرت جايزة نوفي اللي واخدها بلا خيبة ده عدارت بعصين عشان ياخد دبلوم يا سنا يا سنا ما تحترمي نفسك بقى يا جماعة ما ينفعش الجو الوحش ده احنا لازم نعمل على تدعيم اواصل المحبة بيننا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبلية القادمة بابا هو المنتج ده ممكن يخلينا مثل في الفيلم طبعا يا حبيبتي خليك اتمثلهم ما ليه اولا انا يبقى لي كلمة مسموعة يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا فاقوله دي تمثل تمثل دي ما تمثلش ما تمثلش عادل انا من رأيي تشيل الموضوع ده من دماغك احسن لك اشتري نفسك يا ابني عادل انا من رأيي ان انت متشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي انت لازم تحارب بكل اسرار وشجاعة عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس شمس ايه في الحر دي اي كلام مخلاص يا جماعة سيبوني انا عايز بس اركز كويس قوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى بس انا ماليش في الكلام ده انا ما بفهمش في الكورة يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكورة عشان تنزلي معنا الملعب المهم ان انت تبقي موجودة معنا في الملعب عشان اي كورة الواحد يشطها ما تجيش في العرضها دولة دولة انت بتكتب ايها دولة بتعمل ايه اه الا بعمل الخطوط الرئيسية خطوط? انت هتبقى موبايلات ادولة؟ موبايلات ايه? انت اي هصة جاي فيها موبايلات ايه؟ دي الخطوط الرئيسية للقصة بتاعت الفيلم اللي انا بكتبه ان شاء الله اللي هيتعرض ويكسر الدنيا يعني بشوف مين الشخصيات اللي هتعامل معاها وكذا وانا طبعا ان شاء الله مكتوب مكتوب اي يابني؟ او احنا طلعين رحلة الراس البرا اكتب اسمك ليه؟ ليه يا دولة وانت يعني خلاص علشان ان شاء الله هتشتهرت ومتبعن انا؟ يا ابن انا لو اطولة بيعك من زمان كنت باعتك محدش راضي ياخدك ببلاش يا لأ ليه يا دولة ده انا ابن عمك يا دولة تبعني خلاص يا رمس خلاص مش عايز دوشة دلوقتي هبقى اكتبلك مثلا مشهد ولا مشهدين ولا حاجة في الفيلم يالو تكرع اه لا لو سمحت يا دولة خلينا انا اللي اكتب بنفسي مش انت اتفضل اكتب بنفسك عايز تكتب ايه يعني ايه حكايتك يعني ماشي اتفضل يا دولة اكتب كده رمز البردعي ده اسم الفن البردعي ده نسبة للبردعي اللي هتتحط على ظهرك ان شاء الله هتكتب بقى وانت ساكت ولا هتنرفزني لا انا ااسف انا ااسف اتفضل حضرتك اتفضل عبر عن نفسك ماشي رمزي انسان كويس وابن حلال جدا مشاطر رمزي حمار وما بيقوم شهده ورمزي رياضي ومشنوق القوام ومشنوق القوام خد بوازني الفيلم من قبلها يلا 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 اتع برا يلا اتع برا خد 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 ايه خد تعال تعال بتبرتم بتقولي ايه ما ببرتمش بتبرتم بتقول ايه ايه هي انتباعات حضرتك عن الوضع الاسري الراهن لا 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 انا ماحبش اتكلم في السياسة طيب عمرك يا ماما كنت بتحب المشاكل ايه ابدا ده انا كنت بقول يا حيطة داريني هم يا حيطة داريني طيب ماما هاسألك سؤال كأن مش ابنك يعني وكأنك انت مش ماما خالص يعني هم حبيتي حد قبل بابا انت تعلم جيدا يا عادل ان انت كنت الحب الاول ليا ايام الجامعة اي انك كنت حبيبي دائما هم يعني ايام الجامعة ما كانش ليك اصحاب الحقيقة ان كان في معظم الاصدقاء يمتزون بانهم من العنصر النسائي في بعض الاحيان وهي ليست كثيرة بل قليلة كان بيحدث حوار قوي جدا ومؤثر وخاص مع بعض الاشخاص الرجاليين المميزين جدا بس كانوا كتير يعني كتير ولا ماشي رانيا جاوبيني بصراحة عمرك زوغت من المحاضرات انت اتهبلت في نفوحك ولا ايه ما تحافظ على كلامك انا مثال التربية والتعليم والاخلاق انا ازوغ من المحاضرة بعيدا عن المبالغة بتاعتك وركزي معايا اختاري ما بين الاقواص هل شخصيتك شخصية مستقلة ام مستغلة ام موزاريلا انت متربي معايا واخويا وعارفني كويس ولا انت واحد صاحبنا يعني انت عارف ان انا طول عمري مستقلة وعمري ما كنت دلدولة لحد يا عادل طيب هل انتي انانية انا طول عمري معطاقة يا ابي واللي في ايدي مش ليا مم مش ليا طيب احسيتي باي نوع من القلق يعني وخصوصا انك انتي تعرفت بشباب كتير ومن غير ما تدخد بمسلا لحاجة يعني من الاخر خايفة عنيسي بص يا ابي كل شيء اسمه ونصيب بس انا مش سكتة ومسيري مسيري هوقع واحد قريب قريب طيب اي رأيك في كتاب قبل نظيرة طول عمري بعمل لكم الاكل من غير كتب زي ما اهلنا علمونا طيب ماما معروف عنك ولعك الشديد يعني بالشياكة هل انتي من الناس اللي بيتابعوا الخطوط الحديثة للاناقة انت طبعا عارف ان انا سيت تري شيك وبهتم جدا بنفسي وبلبسي وبالشياكتي علشان كده انا على طول بلبس احدى سبودة طيب هل فكرت انك انتي مثلا تسبغي شعرك او تحلقي زيرو زيرو انا احلق زيرو يا عادك ازاي يا حبيبي لانا اهم حاجة في حياتي هي شعري انا صحيح مرة حاولت ان انا اسبقه احمر لكن للاسى بتلع قرانش لكن رجعته بقال للون بتاعه الطبيعي طيب هل عندك مشكلة في الوقت؟ انا على طول بالنغربة بمزنوقة وخصوصا يوم السبت طيب ايه رأيك في عمليات التجميل؟ لا يا عادل لا لا ده 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 بيلجأوا ليه في محاولة اخيرة لاصلاح ما افسدته غارات الزمن على الوجوه التعيسة المضناء زي مضناء كجفاهو كده نفسك تخليفي تاني؟ معقولة يا ابني عايزنا اخلف بعد العمر ده كله؟ انت عايز تخش الجيش ولا ايه؟ اه صح انت لو خلفتي انا اخش الجيش عشان الوقت اه اه طيب ماشي يا مام ما علينا بتحبي ايه من صفات الناس؟ الكرم يعني لما اطلب منك حاجة تعملهالي تقوم تعملهالي لما اطلب منك فلوس تدهالي تقوم تدهاني صحبت السؤال اللي فات قوليلي يا مام امتى بتحس بالخوف؟ لما لما شوف فيلم رعب لما بتشوفي فيلم رعب حلو امتى بتبقي عايزة تتحكي لو انت اصلا بتعرفي تتحكي طبعا يعني بدحك لما عيد ميلاد ياسمين بيكون مؤهل الاقتراب المو زي العادي يعني طيب مركز معا في السؤال ده ايه لونك المفضل؟ الاسود هل انت تشاؤمية؟ جامي جامي ان انا اتشاقم في حياتي ان عمي ما تشاقمت في حياتي حتى لما بستبح بوش امك واختك برضو ما بتشاقمش ايه اكتر موقف اثر فيك؟ موقف؟ موقف عبود بابا هو انت مش اسألني؟ لا يا حبيبتي احنا بنكتب تاريخ للشخصيات واقل من عشرين سنة مالوش تاريخ فمش هينفع اسألك يعني لكن خليك للفيلم اللي جاي احتمال اعمله عن الاطفال تكون انت كبرتي بقى فهلغي برضو ودلوقتي بقى بعد ما كل واحد فيكو ارى ورق تاني ايه رأيكم؟ والله انا وجد نظري ان ورق الاستاذ حزين ده مش منطقي يعني لانها قصة متقلفة فعشان كده تلاقيها الاحداث بتاعتها مش متربطة وكلها مهلهلة ويعني كل الافلام اللي قصتها مش حقيقية مش مقنعة رأي غلط رأي غلط في ايه؟ يعني انت ايه اللي بزعالك اوي كده؟ اولا واضح ان انت من ورقك كده من السيناريست انك انت مثلا كنت بتصبح بسرح بعربيت جوافة ولا حاجة جوافة؟ ده بيشتمني يا استاذ خالد يا دي مش شتيمة ده اسمه نقد بس انت هتعرفه منين النقد ده اذا كنت انت اساسا مش عايف تكتب هتعرف تنقد يا سلام؟ ويعني انت اللي بتعرف تكتب؟ والله الورق اللي انا كاتبه خير دليل على ان بعرف اكتب الورق؟ الورق بتاعك كله ثغرات يا استاذ ثغرات؟ ثغرات ازاي يا استاذ حزين؟ فهمنا فيه هنا مواقف غير منطقية ولازم تتعدل تتعدل ايه وانت ايه كلام بتقوله خلاص؟ يعني مثلا ياسمين بدل ما هي بتدرس في المرحلة الابتدائية تكون بتسرح مثلا بمناديل في الاشارات؟ خد عندك يا سيدي انت كاتب هنا ان سناء خرجت من البيت الساعة تمانية وصلت المدرسة الساعة تمانية وعشرة ازاي يا استاذ؟ ايه ازاي يعني ازاي نزلت من البيت ولا ازاي وصلت المدرسة يعني؟ ازاي تاخد من بيتها لحد المدرسة عشر دقايق بس مع انك كاتب هنا انها استعملت المواصلات واكيد كانت ركبة عربية واكيد ملاكي ودي اول ثغرة ثغرة ايه ثغرة ايه وانت ايه كلام بتقوله خلاص؟ يعني اه اه ناقص كمان تقولي ماركة العربية ورقامها يعني؟ نا رد عليه بالمنطق بقى يا استاذ عادل منطق ايه حضرتك دا بيهرج دا كاتب شوية اخطاء متخيلها في دماغه يعني في ذرشامة كل شوية يقولك في ثغرة طب اتعداك لو طلعت اي ثغرة تانية وادي تاني ثغرة انت كاتب هنا بتقول ان الست راني اميرات البطل عمرها معارفة حد غير جوزها وانه اول راجل في حياتها مع انها هنا بتقول ان الراجل لازم يكون شيك ويتكلم كلام رومانسي وان دا لو ما حصلش الست هتحس بالندم اه 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 اصدك ايه لا دا كلام فارغ انا ما اسمح لك اش استاذ عادل ايه دا احنا بنتناقش او 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 بس تالت صغرة يا استاذ انت كاتب هنا بتقول ان نجلاء قطعت علاقتها بزميلها في الجامعة مع انها خرجت وقعدت تتكلم في الموبايل يجي ساعب حالها على السلم برا اه دي 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 مثغرة ولا حاجة دي حرية شخصية اي حد من حقه ان هو يقعد يتكلم ساعة على السلم لوحديها ودي مثغرة ولا حاجة مش قلتلك يا استاذ خالد الفيلم كله ثغرات الثغرات كترت قوي يا استاذ عادل تعليقك ايه اه انا تعليق ان هو بيهيس يعني وبيدور على اي اخطاء وخلاص بالبرشامة لفاكر نفسه في امتحان ده اه حضرتك انا اعتقد ان الموضوع بتاعي والفيلم بتاعي لو بس فيه الثلاث ثغرات اللي هو بيقول عليهم فاعتقد ان ده هيبقى انجح فيلم مرة بالسينما العالمية انجح فيلم؟ طب خد الثغرة الرابعة دي كمان انت كاتب ان الست انعام ام البطل بتحب ابنها وبتحب مرات ابنها وانها عمرها ما حسد بالغيرة منها مع انها من يوم ما تجوز البطل ما دلعتوش ولا قالت له يا دلدلتي اه انا اصلا يعني ما بحبش كلمة دلدلتي دي وبعدين يعني هي بتدلعني عادي جدا بس عشان البطل اللي هو يعني انا ما بحبش شلتها بقى شلتها عشان ده يعطيها صبر امن قومي استاذ عادل بصراحة انا كده بدأت اقلق كده كتير اوي يا استاذ عادل بصراحة يعني يا استاذ خالد انا مش عارف الصراحة الحاجات دي فاتت مني ازاي بالزمة في كاتب يقول كده بص يا استاذ عادل اذا كانوا قدروا يضحكوا عليك عندك في البيت فانا مقدرش ابدا اضحك على جمهوري احنا اتفقنا نعمل قصة واقعية علشان نعمل سينما نظيفة للاسف ده كله هيتأثر بسبب مؤلف الفيلم اللي اتضح انه مخدوع في حياته فعادي يعني بس هي في النهاية قصة وقصة جمدة جدا عندك دليل على كده عندي دليل بس انا بحب ابعد الجنود المجهولين اللي ورا قصة عن الاضواء حجة ضعيفة استاذ حزين عنده حق طيب تحب يا استاذ خالد بنفسك تتأكد من ابطال القصة الحقيقية انا ممكن اوديك بس انا خاف عليك صراحة احب اوي كده هاضطر اوديك بس انت بقى الجاني على نفسك لانك انت هتدخل بنفسك عش الدبابير موسيقى هاي يا استاذ عدل حقيقي هاي للجو اللي انت عاملوا ده ربنا يخليك عجبك يعني الصراعات اللي تخنق اللي موجودة في العيلة دي؟ هاهاها عجبتني جدا مش ده برضو اللي بيسموه البلاك كوميدي اللي هو الكوميديا السودا هو فيه كوميديا سودا وكوميديا جانجا؟ طبعا يا ماما الكوميديا انواع كتير جدا في كوميديا سودا في كوميديا بيضا في كوميديا مخططة كوميديا مربعه كروهات يعني اخيرا يا فندم ملجأ الاحداث اللي احنا عايشين فيه ده طلع منه فايدة ولعلمك عشان تبقي فاهمة المكان ده زي ما اخوكي ليحق فيه انا كمان ليحق فيه وده لا يدعو لأي مجال للشك والهواجس الدفينة هواجس ده فينا ايه بس؟ رانيا واي كلام انت بيتقوليه وخلاص ولا ايه؟ يا جماعة يا جماعة بلاش الصراعات الداخلية ده وخلينا نركز مع الاستاذ يا استاذ خالد ده يعني حضرتك شايف ان الموضوع اللي انا كتبته ده عن قصة حياتنا كلنا يعني ينفع يبقى في السينما مثلا؟ لا 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 ليه حضرتك ترجعت في كلامك ولا ايه؟ لا 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 مش قصدي انا قصدي اني مش هعمله فيلم انا هعمله مسلسل مسلسل ست قم بتدور احداثه بين راجل وست ستات واسمه كمان راجل وست ستات يعني ايه نص كم دي؟ نص كم اكيد مسلسل صيفي مثلا ولا حاجة يعني ايه صحية ست كم ده؟ مسلسل ست كم ده؟ هتدور احداثه بين راجل البطل بتاعه هيبقى اسمه عادل هيعيش معه اسرته واسرة مراته في نفس الشقة تخيل الشغل اللي ممكن يطلع من القصة دي اه ممكن يبقى شغل جامد جدا طبعا بس حضرتك يعني مش شايف ان اسمه راجل وست ستات ده غريب شوية؟ تابو عامو رامزي اه نسيت بقى اقول لكم عادل هيكون عنده بزار ابن عامو رامزي هيكون بيشتغل معاه في البزار ده يا غريبة قوي يعني ان يبقى رامزي يشغال معايا يعني لا بالعكس خالص فكرة دي فكرة جريئة واقعية وهتشوف الناس هتحبها اديه يا رب الناس تحبها يا رب كبير قوي من حياتكم رانيا مثلا هل كانت بتحبك قبل الجواز ولا لا؟ ودلوقتي هل مازالت بتحبك ولا فيه بينكم مشاكل؟ ام هل كان عندها رغبة في الارتباط بحد تاني بعد الانفصال عن ابوك ولا لا؟ ايه الكلام اللي تقوله ده يعني استاذ خالي استنع وحمايتها هل شفتها وهي بتتعاكس في الشارع قدامك قبل كده ولا لا؟ ولو ده حصل هيكون ايه رد فعلك؟ هتدفع عنها ولا هتخاف انك تنضربك؟ استاذ خالد معرفش بس ده يعني كده كتير يعني مش معقولة يعني واختك هل هي فعلا بتحبك ولا زي ما انت كاتب عنها هنا في السيناريو؟ اه 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 اعيدوا على افشات في الشوارع علشان الناس تعرف ان دي قصة حقيقية راجل وست ستات ايه ده يا استاذ؟ معقولة يعني؟ حضرتك تاخد اسرارنا واسرار عيلتي كلها وكمان تنشر صورنا للناس عشان تأكد للناس ان احنا يعني تفضحنا لا راجل ما تدصش للحاجات دي ما تتنزلش عن الشهرة وعن المجد عشان الحاجات الصغيرة دي؟ لا معلش يا استاذ يغور الشهرة والمجد وكل حاجة قصاد ان انا مفضحش عيلتي بعدين معاك بقى يا استاذ عادل خلاص هزاودك عام الف جنيه انا مش باتكلم كده عشان ازيد بعد ازن حضرتك انا مش هعمل القصة دي خالص الفين جنيه لا يا استاذ لا معلش مش هقدر اما تفضل حضرتك تلات تلاف جنيه لا يا استاذ اتفضل من غير مطولة حضرتك اتفضل اربع تلاف جنيه اه مش موافقة خمس تلاف جنيه إن مش موافرة أوساس عشرة الاف جنيه موافقين لو انا مش موافقين عشرين ألف جنيه عدوا ساكتين عشرين ألف جنيه لا أوساس بعد اذلك بعد اذلك تلاتين ألف موافقين مش موافقين ايه 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 شوائط بلوس هتخليكو تغيرو يعني منهتكو حرم عليكو ده احنا ما صدقنا ان احنا عملنا عيلة هنيجي نبوز العيلة بشوية فلوس انا كنت غلط ولا كنت صح يعني كنت كنت صح يا عادي خلاص دلوقتي هدي كل واحدة فيكو الحتة اللي خاصة بيها وهي تصرف فيها تقطعها تولعها انتو هرين اتفقنا اتفقنا اشتركوا في القناة